احتفالات في تونس بقرارات الرئيس قيس سعيد اقالة الحكومة وتجميد البرلمان انطلاق المشاورات النيابية في لبنان اليوم لتسمية رئيس حكومة ورؤساء الحكومات السابقون يرشحون ميقاتي الكاظيم يبدأ زيارة الى واشنطن يلتقي خلالها الرئيس الامريكي جو بايدن ببحث الانسحاب الامريكي من العراق اهلا بحضراتكم الى تفاصيل هذه النشرة من النيل بدأ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي اعتصاما امام البرلمان بعدما منعه الجيش من الدخول الى المبنى غدا تجميد الرئيس قيس سعيد اعمال المجلس ورفع الحصانة عن اعضائه كان الغنوشي ونواب من الحركة توجهوا الى مقر المجلس فجر اليوم لكنهم منعوا من الدخول من جانب الجيش الموجود داخل البرلمان في غضون ذلك اندلعت مناوشات بين مواطنين تونسيين وانصار حركة النهضة امام مقر البرلمان كما اقتحم محتجون عددا من مقار حزب النهضة وقاموا بحرق محتوياتها وازالوا اللافتات الرئيسية للحركة احتفالات في شوارع تونس ترحيبا بقرارات الرئيس قيس سعيد التي تضمنت اقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وقالت الرئاسة التونسية ان الامر بتجميد انشطة البرلمان التونسي سيستمر الثلاثين يوما القرار الاول يتبثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا امام تجميد كل اعماله القرار الثاني رفع الحصانة عن كل اعضاء المجلس النيابي ورحب المحتفلون بشوارع تونس بالقرارات الرئاسية التي جاءت غدا تحت جاجات واسعة شهدتها مدن عدة تنديدا بالاوضاع الاقتصادية المتردية وضعف اداء الحكومة والبرلمان وذهب البعض الى اعتبار قرار تجميد عمل البرلمان واقالة رئيس الحكومة بانها اسعد لحظة منذ الثورة التونسية في عام 2011 وعقب قرارات الرئيس التونسية الذي قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه توقت عربات تدبع الجيش التونسي مبنى البرلمان بمنطقة بارادو في وسط العاصمة التونسية وافدت تقارير ان الناس الذين تجمعوا في مكان قريب هتفوا للجيش ورددوا النشيد الوطني وطلب المشاركون في مظاهرات سبقت قرارات سعيد بحل البرلمان ورددوا شعارات معادية للحكومة التي تدعمها حركة النهضة كما طلبوا بتغيير الدستور وبمرحلة انتقالية اعادة ترتيب الوضع السياسي في البلاد كما استنكر المتظاهرون فشل الحكومة في ادارة الازمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا حيث سجلت تونس نحو 18 الف وفاء جراء الجائحة وهو واحد من اسوأ معدلات الوفيات في العالم بالنسبة لعدد السكان على الجانب الاخر اتهم رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور مؤكدا ان المؤسسات ما زالت قائمة وان انصار حزب النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة على حد قوله وخاذ الرئيس التونسي على مدار العام الماضي مواجهة سياسية مع رئيس الوزراء هشام المشيشي في ظل معاناة البلاد من ازمة اقتصادية وازمة مالية وشيكة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الاداء الاقتصادي وزيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة واكمال اجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمالك اقتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية بحضور السيد احمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور ايهاب ابوهيش نائب وزير المالية للخزانة العامة صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة الاداء المالي الذي تحقق في العام المالي 2020-2021 وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الاداء الاقتصادي من اجل استقرار الاوضاع النقضية والاقتصادية للدولة مع تطقيق وتحديث اليات حوكمات بيانات الناتج المحلي بانتظام ليس فقط للوقوف على مؤشرات الاداء المالي ولكن للرصد الضقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وأليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعاكس الأوضاع الاقتصادية في مصر أوضح المتحدث الرسمي أن سيد وزير المالية عرض عدداً من المؤشرات المالية الهامة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي حيث نجحت الحكومة في زيادة إرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12.2% إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9% بضلاً عن تحقيق فائد أولي في الموازنة حوالي 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلي مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7.4% كما أوضح الدكتور معيط أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية كما أشار الدكتور معيط إلى وصول إجمالي لاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021-2022 إلى حوالي 358.1 مليار جنيه وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقررة بالعام المالي الماضي 2020-2021 والذي وصلت فيه بدورها إجمالي لاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50.5% أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2023 من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة الاجتماع شهد الساردة أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية بما فيها مشروع النافذة الواحدة والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية لرفع قدرات العاملين بالجمارك المصرية وتحسين ممارسات تيسير التجارة التي سهمت في تطور متوسط زمن الإفراج الجمركي وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك بما فيها تنمية القدرات البشرية إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية فضلا عن الإسرع في ميكانة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة وتقفيد تكلفة العملية الاسترادية والتصديرية كما تم تناول مستجدات تطوير المنظومة الضريبية بما فيها مشروع الفطورة الضريبية الإلكترونية والإقرارات الضريبية الإلكترونية إلى جانب جهود ميكانة إجراءة العمل الضريبية الرئيسية وكذلك مشروع الإصالات الإلكترونية كما تم عرض محاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية وأهمها المحور التشريعي ومحور التحول الرقمي ومحور مكافحة التهرب ومحور تسوية النزاعة الضريبية ومحور البنية التحتية والمقررات وكذا محور تنمية القدرات البشرية شنت مقاتلات إسرائيلية مساء أمس غارات جوية عدة على أهداف في غزة بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تسببت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل وقالت مصادر أمنية في غزة إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل على أرض زراعية شمال القطاع كما أطلقت أربعة صواريخ أخرى على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحماس في مدينة خانيونس جنوب القطاع ولم يبلغ عن وقوع إصابات تنطرق اليوم في لبنان المشاورات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يتولى تشكيل حكومة إنقاذ بعد اعتذار رفيق الحريري عن تشكيل حكومة جديدة إترى إخفاقه على مدى عشرة أشهر تقريبا في الاتفاق مع الرئيس ميشيل عون على تشكيلها وكان نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين قد أقر أمس اختيار رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة الثالثة خلال أقل من عام تنطلق مشاوراتنا جديدة لتاليف حكومة لبنانية مرتقبة خلفا لحكومة حسان دياب التي أشرفت على إتمام عامها الأول في تكليفها بتصريف الأعمال بعد أن قدمت استقالتها في العاشر من أغسطس الماضي ووفقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور اللبناني يقوم رئيس الجمهورية بإجراء استشارات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف المرشح الذي يحظى بأغلبية أصوات النواب جديد لمشهد اللبناني هذه المرة هو توقع اسم المكلف بتشكيل الحكومة المنتظرة مبكرا حيث تشير التكهنات بقوة إلى نجيب ميقاتي رئيس الوزراء الأسبق الذي استطاع الحصول على تأييد طيار المستقبل بزعمة سعد الحريري الذي يضم ثمانية عشر نائبا كما نال ميقاتي دعم كتلة الوسط المستقلة التي يقودها وتضم ثلاثة نواب وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي التي تضم سبعة نواب ويواجه ميقاتي عقبة رئيسية هي معارضة حزب الله تكليف لأسباب عديدة تتعلق بممارسته للسلطة أثناء توليها سابقا مرتين كما يواجه ميقاتي رفضا مما يسمى مجموعات انتفاضة السابعة عشر من أكتوبر التي تعتبره أنه جزء من المنظومة السياسية التي نهبت المال العام وأوصلت البلاد إلى الانهيار ولا يمكن له أن يقود أي إنقاذ كما أن اسم ميقاتي وهو من أثرياء العالم مرتبط بالكثير من ملفات الفساد إضافة إلى ملف انفجار مرفأ بيروت إذ كان رئيسا للحكومة عند دخول مواد نترات الأمونيوم أي أن كان من سيقع عليه الاختيار بتشكيل الحكومة اللبنانية المتعثرة سيجد المكلف نفسه ملتزما بالمبادرة الفرنسية التي قدمها الرئيس إمانويل ماكرون لتأليف الحكومة من شخصيات لا تنتمي إلى طياراتنا السياسية وأن تعنا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والدائنين لإقرار إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة مخاض تشكيل الحكومة اللبنانية المرتقبة عسير لأبعد الحدود حيث لم يتمكن سعد الحريري على مدار سبعة شهور من محاولات تشكيل الحكومة محيلا السبب إلى الرئيس ميشيل عون إلا أن عون تمسك بوجوب التوافق مع الرئاسة اللبنانية في تشكيل الحكومة تنفيذا للمدة 53 من الدستور التي نصت على أن رئيس الجمهورية هو صاحب الحق في إصدار مرسوم بتشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء المكلف ترجمة نانسي قنقر بدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارة إلى واشنطن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن المتوقع أن تركز المحادثات بشكل أساسي على الوجود العسكري الأمريكي في العراق والحوار الاستراتيجي بين البلدين الحوار الاستراتيجي الرابع بين الولايات المتحدة والعراق تهيمن عليه رغبة واشنطن في حماية مصالحها بالمنطقة مع انسحاب كامل قواتها من العراق فيما يسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تحقيق مكاسب سياسية تحت وطأة ضغوط الداخل تتصدر جدول أعمال المباحثات الأمريكية العراقية قضية الانسحاب الأمريكي فبعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب ميليشيا الحجد الشعبي على الأراضي العراقية العام الماضي في غارة أمريكية طالبت الميليشيات المسلحة المؤلية لإيران الخصم التقليدي لواشنطن من سحاب القوات الأمريكية وخلال الأشهر الأخيرة صعدت من هجماتها على المصالح الأمريكية وصولا إلى استخدام الطائرات المسيرة وقد بلغ عددها نحو خمسين هجوما منذ مطلع العام وبعد أربع سنوات من هزيمته ميدانيا لا يزال تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تنفيذ هجمات في العاصمة والتحرك في المنطقة الشاملية بالعراق وفي الأسبوع الماضي نفذ التنظيم هجوم مدينة الصدر الدامي وقبيل زيارته إلى واشنطن كشف الكاظمي عن حاجة بلاده إلى خبرات القوات الأمريكية لتقديم المشاورات والتدريب والصيانة للاستمرار في محاربة تنظيم داعش الإرهابي تؤكد الحكومة العراقية أن المحادثات ستفضي بالفعل إلى تحديد جدول زمني للانسحاب غير أن مصادر أمريكية ترجح إجراء عادة تحديد لمهام القوات البالغ عددها ألفين وخمسمائة عسكري يتمركزون في قواعد عراقية للقيام بمهام الاستشارات والتدريب للقوات العراقية ومع استمرار الأزمات الداخلية والمطالبات المتظاهرين بالقضاء على الفساد المالي والإداري ومحاسبة قتلة النشطاء يرى مراقبون أن الكاظمي يسعى أيضا إلى تحقيق مكاسب سياسية مع اقتراب الانتخابات المبكرة عبر حجد الدعم الدولي والإقليمي وتشكيل حكومة تنال توافق الأحزاب السياسية التي تهيمن عليها قوى إقليمية ودولية وذلك عبر التوفيق بين احتياجات ومطالب أقرب حرفين للعراق وهو الولايات المتحدة وإيران دعى رئيس حكومة إقليم أمهر الإثيوبي إلى التعبئة العامة والانضمام إلى مهمة الحرب ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجري اعتبارا من اليوم تكعت بممكاد على صفيح ساخن يعيش إقليم تيجري الإثيوبي في صراعه مع الحكومة المركزية التي تحشد باقي أقاليم البلاد لمواجهة مسلح جبهة تحرير تيجري وفي أحدث التطورات حضى حاكم إقليم أمهر سكان الإقليم ممن لديهم أسلحة على مقاتلة تيجري وصفا الأمر بأنه حملة للحفاظ على وجودهم ومنطقة أمهر محاذية لإقليم تيجري لجهة الجنوب ويدور بينهما منذ عقود نزاع حول أراض أصبح في صلب النزاع الدائري في الإقليم منذ ثمانية أشهر من جانبها تعهدت جبهة تحرير تيجري باستعادة كل أرض الإقليم بما في ذلك المناطق المتنازعة عليها في غرب الإقليم وجنوبه والتي تسيطر عليها قوات أمهر منذ بداية النزاع ولو تحقق ذلك لسيطرت جبهة تحرير تيجري على الحدود مع السودان كان رئيس منطقة عفر الواقع شرقي تيجري أصدر الجمع الماضي قرارا مماثلا وهو يصلت الضوء وفق مراقبين على خطر تمدد النزاع الدائري في تيجري إلى باقية مناطق إثيوبيا كما أن لإقليم عفر أهمية استراتيجية إذ يمر عبره الطريق الرئيسي وخط السكك الحديد اللذان يربطان العاصمة أديس بابا بميناء جيبوت البحري وتقول جباة تحرير تيجري أن قواتها ستقوم بكل ما في وسعها لإجبار الحكومة على قبول شروطها لخوض مفاوضات بهدف التوصل إلى هدنة حيث تشمل تلك الشروط الانسحابة الكاملة لقوات الحكومة وحلفائها من تيجري إلى حدود ما قبل الحرب وإعادة الخدمات ومنها الكهرباء والاتصالات والنقل والبنوك وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوات إلى تيجري في نوفمبر الماضي حيث أعلن سيطرة القوات الفيدرالية على ميكيري عاصمة الإقليم لكن المعارك لم تهدأ وفي أواخر يونيو الماضي أعلنت جباة تحرير تيجري استعادة عاصمة الإقليم تزامناً مع أعلان الحكومة المركزية وقفاً لإطلاق النار ووقعت الحرب في الإقليم آلاف القتلى وفق الأمم المتحدة التي حذرت من أن أكثر من أربعمائة ألف شخص في الإقليم باتوا يعانون المجاعة وفيما نزح ما يقرب من مليونين من سكانه بات أكثر من خمسة ملايين من سكان الإقليم يعتمدون على مساعدات غذائية طارئة ترجمة نانسي قنقر قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيف ماكنزي إن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات جوية لدعم القوات الأفغانية التي تواجه هجوماً من حركة طالبان صعدت الولايات المتحدة الأمريكية من هجماتها لدعم القوات الأفغانية خلال الأيام الأخيرة ونحن مستعدون لمواصلة هذا المستوى من الدعم في الأسابيع المقبلة وذلك في حال استمرار هجمات حركة طالبان ونؤكد استمرار العمل بتعاقدات الصيانة والدعم اللوجستي في العاصمة كابل لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات الأفغانية بما فيها قدراتها الجوية وأضف مكنزي إن طالبان ستواجه صعوبة أكبر مما واجهت في التسعينيات إن هي شنت عملية عسكرية للإطاحة بالحكومة الأفغانية من الواضح أن حركة طالبان تميل إلى تنفيذ عملية ضد كابل وأرى أنهم سيجدون في الأمر صعوبة كبيرة على خلاف الهجوم في منتصف التسعينيات هذه منطقة حضرية كبيرة بها قوة بشرية ضخمة وأعتقد أن الأفغان يدركون حاليا طبيعة حركة طالبان وقسوة فترة حكمهم وبالتالي ما حدث في منتصف التسعينيات لن يحدث مرة أخرى قندهار المدينة الثانية في أفغانستان بعد العاصمة كابل والمعقل السابق لحركة طالبان تشهد نزوح ألاف الأسر مع عودة عناصر الحركة إلى المشهد في البلاد فمع التقدم العسكري المتزايد للحركة في الأسابيع الأخيرة وسيطرتها على نحو نصف أقاليم أفغانستان فرت أكثر من 22 ألف أسرى هربا من المعارك في قندهار وحدها وكانت السلطة المحلية قد أقامت أربعة مخيمات لاستقبال النازحين ويقدر أعدادهما بنحو 154 ألف شخص واتهمت منظمات حقوقية طالبان بتهجير السكان ونهب ممتلكاتهم وإحراق البيوت في مناطق قرب الحدود مع باكستان وأطلقت طالبان أفغانستان هجوما واسع النطاق بعد أيام قليلة على بدء القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة انسحبها النهائية من البلاد وسيطرت على عشرات الأقاليم والمعبر الحدودية وحصر مقاتلها عواصم محافظات عدة وفي المقابل توعدت القوات المحلية بقتال عناصر الحركة في حين أعلنت كابول فرض حظر التجول الليلي في معظم أنحاء البلاد للحد من تقدم طالبان ويرجع مراقبون التمدد السريع لطالبان في الأراضي الأفغانية إلى جملة عوامل منها تركز قوات الجيش وقوات الأمن الأفغانية في المناطق التي كانت تشهد قديما نفوذا تقليديا لطالبان وهي مناطق الجنوب والجنوب الشرقي على الحدود مع باكستان في حين طرقت قوات الجيش والأمن الأفغانية مناطق الوسط والشمال والغرب ونتيجة للانسحاب الأمريكي فقد انكشفت المناطق الشمالية واستغلتها طالبان وحققت فيها مكاسب سياسة سريعة ونتيجة للانسحاب الأمريكي فقد انكشفت المناطق الشمالية واستغلتها طالبان وحققت فيها مكاسب سريعة كما أن أفغانستان ظلت عشرة شهور بلا وزير دفاع وأدار الرئيس الأفغاني الحرب بنفسه ومعه مجموعة من المساعدين المدنيين بلا خبرة عسكرية وأدى الانقسام العميق داخل القيادة السياسية الأفغانية إلى تدهور الأوضاع لسيما أن الرئيس أشرف غني أسند مناصب حكومته إلى الموالين له وأغلبهم بلا خبرة قالت الصين إن علاقاتها مع الولايات المتحدة بلغت طريقا مسدودا داعية واشنطن إلى أن تكف عن شيطانة بكين جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية الصينية شيفينغ مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويند تشيرمان في مدينة تيانجين من جانبها أكدت تشيرمان أن الولايات المتحدة ترحب بالمنافسة مع بكين لكنها ستصر على تكافؤ الفرص لتجنب النزاعات بين الجانبين أعلنت زارة الصحة تسجيل تسع وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات أمس وقالت إن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 284 ألفا وأربع وعشرون من ضمنهم 227 ألفا وستمائة واثنة عشرة حالة تم شفاؤها وستة عشر ألفا وأربعمائة وسبع وثمانون حالة وفاة شددت الحكومة الجزائرية إجراءات مكافحة فيروس كورونا لمواجهة ارتفاع الإصابات الناجم عن انتشار متحور دلتا وقررت السلطات تمديد حظر التجول من الساعة الثامنة ليلا حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة عشرة أيام في 35 من أصل ولايات البلاد الثماني والخمسين بما في ذلك الجزائر العاصمة كما سيتم إغلاق الصلاة الرياضية ومراكز الشباب والمراكز الثقافية والمساحات الترفيهية خاصة الشواطئ في الولايات الخمس والثلاثين المعنية أما المقاهي والمطاعم فسيقتصر عملها على الطلبات الخارجية فقط وفق البرلمان الفرنسي على قانون يلزم المواطنين بالحصول على بطاقة صحية لدخول المطاعم والأماكن العامة وارتياد وسائل المواصلات كما يلزم القانون كل العاملين بالقطاع الصحي في البلاد الحصول على كامل تلقيحاتهم ضد فيروس كورونا بحلول منتصف سبتمبر وأوضح نص القانون أن على الأفراد إثبات حصولهم على اللقاحات كاملة وتقديم شهادة طبية تفيد سلبية إصابتهم أو شفاءهم من الفيروس شريطة الحصول على البطاقة الصحية وذلك في إطار ما أكده الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون بضرورة الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي في ظل ارتفاع معدلات الإصابة وذلك تجنبا للدخول في حجر صحي مرة أخرى ختام هذه الجولة الإخبارية إليكم تذكيرا بأبرز علوينها احتفالات في تونس بقرارات الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة في لبنان لتسمية رئيس حكومة وميقات الأقرب للتكليف الكاظم يبدأ زيارة إلى واشنطن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث الانسحاب الأمريكي من العراق ما يلدوت إيجي فيه المزيد من الأخبار دوما إلى اللقاء